ومن كورونا خلينا نروح مع حضراتكم للشقة التركية أو الجانب التركي وآخر الأخبار التركية المعارضة التركية اتهمت أردغان بخيانة الأمانة ده كان على خلفية بيع تقريبا 10% من برصة إسطنبول إلى قطر من ناحية تانية برلمان تركية رفض بأصوات تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية رفض اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي كان ينص هذا الطلب على ضرورة التحقيق في الصفقة وهي بيع 10% من برصة تركية إلى قطر ومنذ أعلان صندوق الثروة السيادي التركي عن بيع 10% من أسهم برصة إسطنبول إلى قطر وموجة كبيرة من الغضب اندلعت في تركيا خاصة بين صفوف المعارضة التي تهمت أردغان ببيع أصول الدولة مقابل المال ترجمة نانسي قنقر